اتفنى؟ طيب دكتور وانت هتتكلم ايه النهاردة؟ نهاردة نتكلم على علاج الالاء حلو؟ هنتكلم على مرض الالاء حلو؟ والخوف والخوف المرضي ليه؟ لان انا للمرات الجاية انا هشرح العلاج المعرفي السلوكي للالاء ده لسه ما شرحتوش فانا ايه هشرحه كل يوم خميس هشرح جزء بس انا قلت ايه؟ قبل ما الناس اشرح لها العلاج المعرفي السلوكي الناس لازم تعرف يعني ايه؟ اه لا ويعني ايه خوف حلو؟ احنا الخوف ده حاجة ربنا خليها فينا حماية ميكانيزم فعادي ما تدقيش ان يبقى فيه مخاوف اه انت خايف بص وانت ساق بسرعة بتخاف فتقدي حلو؟ لو تيجي كده بتبص من البلكونة تخاف لا تقع فترجع لورا دي بروتيكشن لان انت لو مديت كده هتقع فالخوف ده موجود فينا كلنا حاجة كويسة الخوف ده بيبقى موجود في صورة مشاعر حلو؟ اه 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 و احساس انت بتحس وتقدر تقوله وبرده ليه في السيوليش في المخ في حتة اسمها امجدالا اه الامجدالا دي هي مركز اللي مسؤول عن المشاعر وجواه مواد كيميائية لما بيحصل بقى خلل في الاماكن دي في المخ اليمبيك سيستم والامجدالا والحتة دي والهيبوكمباس يعني موضوع معقد فيه اماكن كتيرة في المخ فيها ومواد كيميائية سيروتونين ودوبامين ومشعرف ايه اه اه بتخش في الموضوع اما بتزيد وتقل فيه بالدرجات معينة ممكن تعمل زيادة في الخوف هنسميه مرض القلق العيم طبعا يبقى القلق ده احساس ومعها تغيرات فيسيولوجية وكميائية في المخ ومعها برضو تغيرات سلوكية يعني الواحد لما يخاف بيجري اللي هو بنسميها fight or flight or freeze يعني انت لما بتخاف من حاجة بتتجنبها بتبعد عنها او تحاربها او ساعات بتجمد كده وبتنح زي الغزلة ساعات تلاقي الغزلة وهي بتجري كده تشوف اسد مفروض تجري ولا تستخب تلاقيه وقفت كده وقف جاي وكله في ساعات دي برضو حاجات بتحصل فريز ساعات هي بتبقى الفريز دي مهمة يعني انت مثلا انت بتجري ولقيت اسد قدامك وانت مستخبي وما تحركتش خلص ساكت يعني املا ان الاسد ما يشوفكش في ساعات الفريز بتبقى حلوة بس هي ساعات بقى بتطلع في مكان غلط وده نتكلم عليه بقى ايه في الاعلاج ان انت تبقى مثلا بتقدم محاضرة مثلا زي دي او بتقدم طالع وتقدم محاضرة على stage واللي قدامك ميت واحد بيسمعك وتخفت قوي قوي ففي ناس هتلاقيها نسيت كل الكلام وبقت بلانك كده مش شايفة قدامها وفرازت خالص كده وزي الغزالة اللي هي كانت خايفة من الاسد طبعا احنا نتكلم على الكلام ده ونشوف ايه حلو واميه المشاكل بتاعته طيب اللي عنده برضو اه اسئلة يكتبها يا جماعة وانا هجاوب عليها يعني انا هتكمل شرح كده وانا عنده اي اسئلة يكتبها طبعا المخاوف عند الناس كتيرة جدا وانواع كتيرة فيه ناس بتخاف من المعاناية وناس بتخاف من الالم وفيه ناس بتخاف فيه ناس بتخاف من الحب يليك لا انا مخشش في اي علاقة حب يعمل الاسلانة هتجرح اصلا هتخان فبيخاف من الحب وفيه ناس بتخاف من الربط وفيه ناس بتخاف من العنف وناس بتخاف من الجنس وفيه ناس بتخاف من السلطة وفيه ناس بتخاف من ربنا وفيه ناس بتخاف من جهنم وفيه ناس بتخاف من الملل وفيه ناس بتخاف من الخطر وفيه ناس بتخاف حاجات غريبة ايام ايام كوفيد هنا اول لما كوفيد ظهر كان الناس خايفة ان التويلت بيبر تخلص فبقيت الناس تشتري طويلت بيبر ركيت سمعتوا عنها دي ملظومش إن دي في مصر مشكلة إن إحنا الطويلت بيبر دي عندنا الشطافة في مصر يعني دي الساقافة إنما هنا بيستنموا إيه الطويلت بيبر وكذا المهم يعني إن في مخاوف كتير ممكن تظهر في صور إيه مختلفة طيب هو الخوف بقى دكتور إما بيزيد بتسميه إيه بيسميه ألأ بتسميه التراب الألأ تبقوا ده ناس كتير بيجي لها قعدة ده يعني في 16% من الناس بتعاني منه بس هو التراب الألأ دي أنواع هنقولها دلوقتي السنتة ده في نسبة 16% من الناس بتعاني منه طب الألأ اللي هو اللي هو بنسميه الألأ العام اللي هو خايف يعني إحنا الألأ ده أنواع بيزهر في صورة أنواع فيه ألأ بنسميه ألأ عام generalized anxiety وفيه ألأ اللي هو يعني الألأ اللي عام ده اللي هو إيه خايف خايف على أولاده وخايف لا يجيله سرطان وخايف مديره يترده من الشغل وخايف لا ينزل على السلم يزحلق على رقابته يتكسب خوف كتيرة جدا وكلها فالد يعني مش حاجات تحيوات بس هو مكبرها شوية طيب اسمها generalized anxiety ألأ عام فيه ناس بقى بيجي لها الألأ ده بيظهر في صورة panic attack اللي هي نوبات هلأ اللي هو بيقى كويس كويس وفجأة لمدة عشر دقايق يبقى مفزوع ومزعور وخايف قوي دي من سبيها نوبات هلأ هلأ فيه ناس بيجي لها social anxiety اللي هي ايه بقى ال social anxiety دي اللي هي ألأ اجتماعي أو الخوف اجتماعي يعني هو كويس ومش ألأ من أي حاجة بس بأول ما يخش فرح أو يقعد وسط صحابه أو عزة أو وسط الناس أو يروح يشتري في مال كبير ولا يشتري في سوبر ماركت والناس شايفاه تلاقيه بيتهز كده ده بنسميه social anxiety فيه ناس عندها اللي هو ده الألأ الاجتماعي بيبقى طبعا رعب حياته لو قالوا له هتقدم أو باور بوينت ولا حاجة في في الشغل في حاجة اسمها separation and anxiety اللي هي ألأ الانفصال دي كنا مش خاصة في الأطفال بس دلوقتي بينا مش خاصة في الأطفال والكبار اللي هو ده عارف انت فيه عيال كده أول لما بابا مما يختفي أو يتأخر عليه أو بقى شايف بابا وماما أو هيسيبه في الحضانة تلاقيه الود إيه بقى مزعور ده عادي رد فعل عادي في الأعمار الصغيرة بس ما يبقى الرد الفعل ده كبير جدا لفترة طويلة والوضع عمال يسرخ طول الوقت على بابا وماما ده بسميه ساعة بتيك بقى في الكبار ما بتبقاش مع بابا وماما بتبقى مع جوزك بقى بتحس كده أول ما جوزك مثلا رايح الشغل لمؤتمر يوم مدد يوم قاعدة مش على بعضك وخايفة ومرعوبة ايه خايفة ان هو يخونك لا لا ايه واسقة في المية في المية بس هو فيه قلق لان هو مش متواجد معها فانا مش كود بتفرق عن كودبندنسي يعني تبقى خايفة ومرعوبة او هو برضو ساعة بتحسر في الرجالة كيف مرعوب هو بعيد عن الشخص اللي بيحبه ده لسه تشخيص جديد نازل في الكبار كانتول عمره في الصغيرين بس حلو في برضو انواع من القلق اللي بيخش معها الوساوس اللي هو OCD Obsesive Compulsive Disorder صح كده فيه قلق برضو اللي هو Post Traumatic Stress Disorder اللي هو قرب ما بعد الصدمة وانا عامل عليه فيديو ايه اذا انت كتبت كده دكتور نادر عطالله الصدمات النفسية دكتور نادر عطالله الصدمات النفسية هتلاقيني عامل عليه اللي هو PTSD Post Traumatic Stress Disorder اللي هو قلق برضو هو قلق بس لازم بيبقى بيجي بعد الصدمات بعد الزلزال بعد حرب السودان بتطلع عليها حرامية قصروا البيت وسرقوا هدومي وحكتي عملت حادثة كبيرة عملت عاملية كبيرة جالي صدمة منها بيحصل بعدها قلق والدس ده هنسميه كده فيه الناس بي عندها فوبيا اللي هو الخوف المرضي اللي هو هو اللي عنده خوف من الناس ولا خوف من اي حاجة كله كويس بس في حاجة معينة بترعبه ممكن يغمع لعنكبوت مثلا ايه يقولك بص لعنكبوت لو شفت عنكبوت بموت قلبي يدقوا فيه ناس عندها فوبيا من الضلمة فيه ناس عندها فوبيا من الدم بحية سبيسيفيك هي مش جنرالايزد هي القلق العام هي حاجة معينة دي برضو هنعمل لها حلقة للعلاج على فكرة العلاج يعني انا هشرح علاج المعرف السلوكي لأنواع القلق دي كلها طيب في حاجة يا جماعة مش عاوز واحد يبقى سامعني دلوقتي يقولي يا دكتور صح انت عملت الكلام عن القلق طيب راح اجيب بقى مهدق او حاجة علاج القلق انت لازم تشوف طبيب لو الموضوع صعب او مؤثر عليك نشوف طبيب ليه؟ لان لما بشوف مرض نفسي لازم اتأكد ان ما فيش مرض عضوي مسبب للاعراض النفسية يعني مثلا انت عارف انه نقص السكر نقص السكر انت عارفين زيت السكر باسمها سكر عنده سكر دي بيتس صح نقص السكر ممكن يجيب قلق يعني كان عادي مدعيانة كان جاي من الاردن هي جاي من الاردن حلو؟ وماشي على ادوية قلق تقول لي ليه بيجي لي اعراض خوف مرضية زيادة وزي بانك التاكس كده وماشي على الدوية وزي الفل تمام؟ وبتقول لي بس وبص الدوية مش شغالة قلت له طب ما ان تعال ليه قبل ما نبص على الدوية تجاي من بلد تانية تعال لي نعمل تحليل بقم عملنا تحليل عامة ليه ما كانش عامل تحليل بقى لها يجي ثلاث اربع سنين وقبل ما تبدأ الدوية ده ما عملش عمل لنا شوية تحليل لقيت السكر واطي حلو؟ المهم ما عادنا بقى نعمل تحليل وبتاعتلى عندها ورم في البانكرياس والورم ده بيطلع انسولين اسمه انسولين هم بيطلع انسولين بيقلل السكر والسكر ما بيبقى ليل بيجيب قلق شايف الدنيا ها فين؟ ويماشي على ادوية القلق ومضادات الاكتئاب زبطنا الموضوع الورم ده السكر قليل وبتبط الدواء فعشان خطري احنا بنعمل تحليل في الاول ما بيبقى فيه مشاكل نفسي بنعمل تحليل كده لان ممكن نقص السكر يعمل قلق نقص الكالسيوم في الدم يعمل قلق خلل برضو في الفوسفيت يعمل قلق الغدة الدراقية الغدة الدراقية لو زادت مشهورة كتير الغدة الدراقية لو هرمون الغدة الدراقية زاد بيبقى عنده اعراض قلق طبعا تفاهمين هرمون الغدة الدراقية ده خلي دربات القلب تزيد ويجيلك اسهال وتليك نفسك بتخس او لو الغدة الدراقية لما بتقل بنتخن صح؟ اكيد سمعتوا عن الوضع الدراقية؟ مما هي لما بتزيد بقى نشاط الجزم بيزيد والقلق بيزيد طبعا في ناس بيجي لها قلق لان هي بتضرب مخدرات في مجموعة من المخدرات دي بردو لازم معادشة اخد ادوية قلق وكون انا بضرب حاجات هي اللي عمليلي قلق مثل الكوكايين مثل الامفيتامين حتى الحاجات المهبطة يعني ايه كحول مثلا كحول مهدق تعارفين كده كحول احنا بالقسم المخدرات مخدرات زود القلق او منبهة مخدرات منبهة مخدرات مهدقة الكحول ده من الحاجات المهدقة اللي انه بيجيب قلق ليه يا عمليه ده مهدق مش ربكس كده تريح كده ترتاح انت بعد ما ترتاح حلو؟ يبقى فيها اسمها هنجو اوبر حاجة ردق ريباوند هتلاقي نفسك بقى بعد ما سكران طينا طول الليل هتصحى الصبح الان بقى ومتوتر وفيه ريستلست كده ومش قاعد على بعدك فانحتى المخدرات اللي هي مهدقة لما بيجي بقى تأثيرها يقل تأثيرها يقل بيزيد معها زيادة النشاط في المخ وبيجي معاه قلق طبعا اشهر انواع الالق اللي بيمثل 6% من انواع الالق او ممكن يوصل 8% في الستات اللي هو الالق العايم ده طبعا اللي هو ولازم ده تشخيصه على فكرة يا جماعة ما كلنا بنقلق ده لازم تشخيصه طوعة 6 شهور قلقان يعني ميجي مريض يقولي انا الالقان بل ايه اسبوعين كده الالقان قولي لا معي بص ماشي اندع علاجات خلينا كده ايه نلعب رياضة نهتم بصحتنا لو قعدنا الالق ده طوال كده 6 شهور نبدأ نشوف له حل بالذات لما يبقى الالق يعني واحد عنده امتحان والالقان واحد عنده انترفيو الالقان عادي انما واحد بقى الالقان على المذاكرة والالقان على العيال وخايف عليهم والالقان على ابوه ومه والالقان على مديره اللي ممكن يطرده وبيفكر تفكير كارسي ابني هيتخطف ابني هتطرد مش شغله وهبقى هوملس الشارع لان ما فيش مصدر دخل بابا وماما بابا هيجيله سرطان لانه كبر في السن واقعد كده يعيش حاجات كتيرة وخاف من حاجات كتيرة احنا بسمي ده الالق العام في حدا بيسأل لكن حينها قديد الضم Nice بعد وجوك ما رابز ما لانها من مجتمعي تاني مختلطة المل نفس للدين حاضر انا اتجاوز على السيارة دي عشان ما انتوهش خلينا ايه يبقى القلق هول القلق العام واحد القلقان بقله ستة شهور والقلق ده مش بس كده لازم بيبقى داخل معا حاجات تانية تركيز قليل فيه وتوتر فيه تعب وهمدان انت كل لو انت القلقان طول اليوم هتحس على اخر اليوم انت مش قادر ومش مركز اوكي تحس عضلتك دايما مجدودة دايما الناس انا دي اتلاقي ايه يجيلها شدة كده في الفك تلها يعمل بسميه في الفك كده يعد ايه يضغط على سنينه او يجيلو تنشن هيتك تلاقي راسهم من وره هنا من انه مشدود ومتعثر حتى ملامح الوش بتتدير تلاقي العارفين الرينكلز اللي بتحصل هنا دي تلاقي عن كده من كطر القلق تمام اااا طبعا الخلل في النوم ده من اعراض برضو القلق يبقى انا لما القلق وعلى حاجات كتير كثيرة جدا في الدنيا والناس حولي بتقولي انت مزودها وابتدى التأثر على وظيفتي وعلى علاقتي بالناس وابتدى يبقى معاها مشكلة في النوم ومشكلة في همدان وتعب ومصل تنشن والتركيز قليل انا اقول ده وده محتاج يا جماعة علاج طيب هل القلق ده طبعا كل سن ليه القلق يعني انت هو بيجي المرض ده في الاطفال بيجي القلق العام بيجي في الاطفال بس تلاقي الوقت بقى الان قوي عن المذاكرة الان لهو بيمارس رياضة الان هو الرياضة داخل مثلا تست في الرياضة ولا في السباحة ولا في البتاع تلاقيه مرعوب قوي زيادة عن اللازم تلاقيه ابتدى لو تفرج على افلام رعب بقى انت عارف الاقيل شهر عشر سنين بيبقى انتريست ان هو يشوف الافلام الرعب والبتاع لو شاف مازال حرامية داخلين يقولك يبقى في حرامة ييجي لو شاف مونستر ولا عفريت ولا قوتش ولا الحاجات دي يبدأ يدخل انها تيجي بالليل عادي ان الطفل يخاف من الحاجات دي ده عادي بس ان هو يتنيه ستة شهور خايف من الحاجات دي وما بينامشي ومقصرها على تركيزه ومقصرها على المدرسة وطول النهار بيعايد وماسك في ايد بابا وماما ومش عاوز يشوفها ومش عاوز يسيبها لان الاحسن العفريت هييجي الاحسن الحرام هييجي لا ابدأ اقلق واشوف ان ده بذات لو فيه تاريخ مره دي في العيلة حالو؟ الناس اللي ما بتكبر بقى ما بتخافش بقى من أبو رجل مسلوخة وكده الناس اللي ما بتكبر بقى بتخاف بقى على علاقات وعلى الناس اللي غايبة منها وعلى الفلوس وعلى الوظيفة وعلى عيالها وعلى صحتها بالذات بقى ما يكبر في السن أكتر وهكذا حاجة برضو في القلق ان انه واحد بيتجنب بقى حاجات كتيرة يعني تلاقي الناس اللي عندها مرض القلق ده تلاقيه بقى ما بقاش يخرج بقى يأجل تلاقي فيه تأجيل كتير لانه مش لاحق يخلص اللي عليه بكدر القلق عتلاقي خايف ينزر خايف يركب الأسانسير لحسن الأسانسير يقع شوية شوية خايف ينزر على السلم لا يزحلق شوية شوية خايف يبلع كابسولة الدواء حتى لو الدناول عندي مريضة الخوف بتاني يزيد 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 يعني الخوف بتاني الاول ايه انا مش هسلم عليك مش هتسلم علي اللح سيكون ايدك مليانة بكتريا وانت بتكشف عن ناس ومش هتجي computing شوية شوية انا مش هلبي سلباب دخلنا في وسواسقة قريبا مش هلبي اسلباب اصل البيب ده الناس بتمسك الة حلو شوية شوية اصل انا مش هخرب برا البيت اصل انا مرech ممك 그래서 اضعجق شوية شوية انا مش أنزل على السلم اصل انا ممك بس understood شو شوية مش هاركب الأسانسير أصلنا ممكن الأسانسير يقع شوية شوية مش هاخد العلاج آه شوية شوية أنا كان هيجيلي سرطان فأنا اتلاقيها غباء معها خمسين نوع فيتامين حلو؟ شوية شوية لا أنا مش هاخد الفيتامين أصلنا خايفة الحباية تقف في الزوري وموت شايف المخاوف بقى بتادي تفهم؟ توسع مننا ليه لأن احنا موقفناش وبتادينا نعالج من الأول ها أنت فيسع عندي كل الأعراض اللي قلتها دلوقتي بحاضر أن تشوف الموضوع ده بص أغلب المحاضرات النفسية بتاعتي ما تسمعها تحس إن كل اللي أنا بقوله عندك عادي أنا نفسي وأنا بدرس حلو بذات في الأول كنت ما أقرأ كل ما أقرأ ما أقرأ الأكتئاب يا نهاري سويد أنا مكتئب حلو أقرأ الألأ يا نهاري سويد أنا عندي ألأ أي حاجة أقرأ أحس إنها عندي حلو كلنا عندنا ما هو دي برضو إيه مش زي مرض السرطان سرطان عندي ولا مش عندي لأ إحنا ده سبكترم يعني طيف يعني مجال كلنا عندنا مخاوف معنا عشان كده قلت في الحلقة في بداية الحلقة إن كلنا عندنا مخاوف إن الخوف ده دبنا خلق عندنا حاجة بروتكتف بس ما بتعدي لمت معين وبالذات بقى تعود فترة طويلة وتأثر على شغلي وعلاقاتي وعلاقتي بيولادي وعلى مدرستي أوكي والناس اللي حاوليها تلاحظها لا يبقى أنا إيه لازم أقف وقفة هو يا دكتور بقى ما تقف أنت وقفة أعمل إيه بقى أجأ أشوفك يعني أزورك في كندا أشوف عندك ولا أروح أخد دواء ولا أعمل إيه لا أبدأ بطبيب وأتكلم معي سهلا يعني أو كاونسلر وأتكلم معي طب نفسها دي هي ميل د يا دكتور هاليا حاجات مش للدرجة يعني اللي انت متخيل اسمع المحاضرات بتاعتي علاج الجدلي والعلاج المعرفي وشرح كتاب الروح واسأل استشيره تلات حاجات دي أهم أربع حاجات موجودة عندي على القناة اسمعهم الجدلي والعلاج المعرفي السلوكي وشرح كتاب الروح وبلاي لست اسمها اسأل استشير طبيبك النفسي كل دي بلاي لست اسمعها كلها هتبقى واحد يا بص ما تخلص الحاجات دي هتبقى واحد تاني على ضمنتي مش بقولك كده يعني بباع لك ولا بباع لك حاجة ده أنا كتاب بص كتابت كتاب نزلته ببلاش على اليوتيوب بالإنجليش يعني هو بيباع على أمازون والكنديين يعني الناس اللي عندي في المدينة دي أنا فيها بيشتروا كلهم نزلته على اليوتيوب ببلاش بالإنجليش طب أنا ما بفهمش إنجليش يا دكتور اسموه زالسول نزلته ببلاش برضو بشرح كتاب الروح على اليوتيوب ليه؟ لأن أنا عارف إن الكلام ده هيساعد الناس مساعدة كبيرة جداً فمش عاوز يبقى البارير اللي هو مش عادر يدفع حلو؟ فاسمعوا أنا شرحته ببلاش اسموه شرح كتاب الروح اسمعوا وأنا بقول لك اسمع المحاضرات دي هتبقى واحد تاني طيب طيب لا بص موضوع القلق ده لازم أبص حلو؟ القلق ما هوش مرض خطير ما هوش جنان ما هوش علامة ضعف حلو فيه ناس بتوبقى فاكرة إن القلق بتاع الستات لأن الستات ضعيفة أو أنا ضعيف الشخصية المفلول أنا الراجل ما يجليش ده مرض يا حبيب مرض وبيبقى ليه أسباب كيميكال ديستربانس اللي هو خلل في مواد كميات المخ وساعات كتيرة بتتحسن الخلل ده بالأدوية النفسية ما هوش طفولية يعني وما هوش اعتمادية وبرضه هو مش مرض يعني مميت يعني ما فيش القلق مش مرض مميت يعني لازم تقبل إن هو لايف لوند يعني إيه لايف لوند يعني هو وده في أغلب الأمراض النفسية نحاول نحسن الأمراض بس هو هتستمر الألق ما هيستمر موجود بس بدل ما هو موجود مئة في المية هيبقى موجود عشرة في المية فأنا عشان أنت برضو إيه مش هيختيفي مئة في المية هيبقى موجود عادي وعادي العشرة في المية دول هيخلوك مختلف عن الناس اللي حواليك حلو ويبقى بدل ما هو ألق مرضي هيبقى خوف سيفتي يعني خوف هيخلي فيه نجاح في حاجات كتيرة في حياتك حلو وهدفنا دايما في موضوع الألق ده بنقلل الألق ونزود الفونكشنينج اللي هي الأداء الوظيفي لأن الألق لما بيزيد زي ما قلت لك الأداء الوظيفي بيقل طيب أنا عاوز أقلل الألق وزود الأداء الوظيفي انتفقنا؟ طيب الدكتور وانت العلاج إزاي؟ طبعا مش هاقود أقول كل مرة مش هاقود أقول كل مرة إن الرياضة مهمة حلو؟ مش هاقول لها يعني أزهقت من أولاتها يريد يا جماعة اللي بيلعب الرياضة يكتب لي هنا في كومنت عشان يريحني نفسيا يكتب لي نوع يلعب الرياضة ويقول لي إنوع الرياضة دي ويلعبها كمرة أنا عاوز بس الناس تأخذ بالها وتشوف إن ممكن نلعب الرياضة يكتب لي نوع الرياضة اللي بتلعبها وكمرة في الأسبوع عاوز ترقص الرأس زنبة رأس الزنبا. كنعمل رياضة ماشي. تمشية رياضة ماشي. تلعب سباحة ماشي. عجلة ماشي. مكسل ومش نافع. اشوف لك مجموعات بيلعبوا رياضة مع بعض. روح لعب كرة يا عمى مع اصحابك. وهو دي بقى حاجة وكده. ورياضة. طبعا النوم لازم يبقى متزبط. لازم بقى فيه هوايات. في القلق لازم هوايات اطلع فيها مشاعري. حلو? اصلا يبقى هوايات النحت الرسم. الرأس. الموسيقى. انا عندي في البرنامج العلاجي اللي في كندا هنا. بنعمل حاجات كتيرة. بنعمل يوجا كلاسز. بنعمل درامنج. او بالطابلة. فيه علاج بالطابلة يعني. مش درامز يعني. يعني نشحها بعدين. يعني يعني علاج بكتير بالرسم. ارت ثيرابي. دي مهمة. فيه علاج بالموسيقى طبعا. فانت حاول تلاقي هواية برضو. وقيا ريت نقلل بقى الحاجات اللي بتزود القلق. يعني القهوة. يعني دي بتزود القلق. اكيد انت فاهمين كده السجاير بتزود القلق. الكحول بزود القلق. المخدرات كلها ايا ان كانت منبهة او مهدئة بتزود القلق. فدينا بتتعد عنها. اتفقنا? طيب ايه اهم علاجات بقى للقلق? دي انا اتكلم عليها المرة الجاية اللي هو العلاج المعرفي السلوكي. حلو? انا عملت علاج معرفي السلوكي الاكتئاب والعلاج معرفي السلوكي للادمان. وعملت علاج معرفي السلوكي لضعف الانتصاب. وعملت علاج معرفي السلوكي لعملت الاي تاني. مش فاكر. ادمان والاكتئاب والقلق بقى هنعمله المرتين الجايين. المهم العاج المعرفي من اقوى العلاجات للقلق. تمرين اليقظة وتمرين التأمل. واليوجا برضو مهمة جدا. طبعا اتعلمها ازاي دي يا دكتور. ان انت تحضر حصص بتعلمك دي بقى طبعا احسر حاجة. لو مش عارف هتلاقيني شرحها في العلاج الجدلي. اللي هي تمرين وتمرين اليقظة والتمرين التخيلية. تلاقيني في العلاج الجدلي مشروحة. طب دكتور هو العلاج كله نفسي وجدلي ونوم ورياضة واكل صحي وكده. لا وفي طبعا العلاج ده بندخل مع العلاج الدوائي. نفترض انكزايت دي خفيفة درجة متوسطة كده. حلو يا جماعة. الكل اللي بيلعب رياضة يكتب يلعب رياضة يا جماعة ما تكسلش. اهو. في ناس بتلعب بطيفة بتلعب ايروبيكس. از يوريل بيلعب ويت ليفتنج. وسباحة. اكتب يا جماعة بتلعبوا ايه? اه كسفوش. اه. كل دي انواع رياضات مختلفة. اه. طيب. في الحالات الميلد الرياضة والاكل والعلاج المعرفي بالكلام كفاية. في الحاجات بقى المودرة سيفير لازم هندخل دواء. والادوية بقى في ادوية بتشتغل على السريتونين بس. في ادوية بتشتغل على السريتونين. اه. والنور ابنفرين والدوبامين كمان. حلو. اه. اللي هي بنسميها SSRI وSNRI. اه. في ادوية بقى كتير موجودة فسو مش عاوز اقول للاسامي. اه. يعني. اه. بس المهم هي مع جموعات SSRI وSNRI. طيب. في احد بيسأل القلق ممكن يسبب ارتفاع في الضغط والسكر. اه. بيزود. اه. مش هيجيب القلق مش هيجيب ضغط والسكر. بس انت لو عندك استعداد للضغط والسكر القلق هيزودهم. والجديد بقى اللي اقول لك اللي بيجيله ضغط وسكر بيجيله القلق. في نظرية جديدة. اه. في القلق وفي الاكتئاب. ان الامراض دي بتعمل التهاب بزاة السكر. بيعمل التهاب في الجسم. فالالتهاب في الجسم ده بيأثر على المخ. فيبقى المخ الانفلاماتوري ماركراز فيه عالية. فبنلاقي ان نسبة القلق والاكتئاب بيزيد في مرضى السكر ومرضى الضغط. فقرأت ان ازبط الحاجات دي على اقصى درجة. وقرأت التثبيت اللي هو بيبقى معا كمان تثبيت في التغذية. اتفقنا؟ اه. طيب. اه. الادوية طبع هتقول لي دكتور جربت. ادوية. اه. اللي هي السري والاسسن. اه. 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 ما نفعتش. فيه انواق مجموعات تانية من الادوية. زي. البريجابالن. وجابة بنت ممكن نستعملهم. طبعا انا احذركم ان فيه ادوية مهدئة اللي هي بتشتغل كلمتها زي بام لورا زي بام البرا زولام كلونا زي بام. اللي هي قلمي بام في مصر مثلا فيه قلمي بام. تجنبهم دول دول بنستخدمهم يعني فترات قصيرة تلات اربعة ايام والاسبوع. بس في البداية في حالات القلق الشديد بعد كده انت لازم تبقى ماشي على ادوية الاكتئاب اللي هي SSRI وSNRI. ادوية المهدئة الشديدة اللي هي اسمها بنزودايزبينز اللي هي زي كلمي بام كلونا زي بام زانيكس. الحاجات دي بتاعد عناها تماما وتستعمل من فترات قليلة جدا بس الهدف دايما نقل لها. حلو كلام. ساعة احنا بقى بنضيف ادوية. هتستغرب انت لساعة الدكتور يدي ادوية اللي هي تشتغل على السريتونين والدمامين. بعدين يضيف ادوية بقى ايه مضادة للزهين. زي مسلا اشهرهم سيريكويل ولا كويت يابين. اه ساعة احنا بستعمل ادوية تانية مضادة للزهين او معدلة للمزاك. كادوية اضافية عشان تساعد الادوية اللي هي بتاعت الاكتئاب انها تشتغل احسن. انيوي اه 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 كل ده هنسيبه المين الدكتور يعمله. طيب اه الدكتور هو في حاجات طبيعية ممكن نستخدمها. اه حاجات طبيعية ممكن نستخدمها اعشاب او كده تقلل القلق. في حاجات اه ممكن تستخدم. اه حاجة زي الاشواجان ده حاجات هربل يعني. حاجة زي كاموميل. حاجة زي اللافندر. حاجة زي الماغنيسيوم. اكيد سمعته على الماغنيسيوم. ماغنيسيوم ده حلو قوي الامساك وحلو قوي القلب وحلو قوي التوتر. يعني تاخد ماغنيسيوم بالليل. اه من مية ل متين ميلي جرام بالليل. يبقى حلو. حط اللي انا عارف الناس هتبقى عاوز تسمع يعني تتعرف الاسامي دي. طبعا دي الحاجات هتشتغل في المايلد انكزايتي. انما ما يكونش حالة جديدة وتروح تجيب. يعني دي الحاجات اللي ممكن تبقى افكتف. زي الاشواجان ده كده. زي اللافندر. زي الماغنيسيوم. زي كاموميل. اي نوع من الماغنيسيوم يعني. اه. جلوكونايد. اه. سالفيت. اي نوع منهم عادي. عايمشي. اه. يشتغل. في واحد داني منهم. مش فاكل الجلوكونايد تقريبا. بيعمل اسهالة اكتر من تاني. بس الصراحة الاتنين بيعملوا اسهال. يعني. اه. وهتاخدوا الماغنيسيوم تاخدوا بالليل. لانه هو مهدق. فبيساعد في النوم. بس متخدش دورعة كبيرة. يعني في ناس بص. في ساعات في الصداع النصفي. نستخدم الماغنيسيوم ممكن ناخد الماغنيسيوم لخمسمائة ملي. بس انا شايف لو راحنا نستخدمه في القلق والتوتر. مية كويس بالليل. حلو قوي. اه. بالذات يعني اه مريض عنده توتر وقلق وقلق في النوم. وامساك ده يبقى اوبشنال بقى. لان هو بيعمل اسهال. فتضرب يعني اه. اصفرين بحجر واحد. اتفقنا. طيب تعال بقى نشوف الاسئلة. اه. اولا عندي اسئلة هنا. اه. اسئلة من اسباتها. نعمل دول ونعمل اسئلة دي بارتو. استاذ يونس اهلا بك من الماغرب.